أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التقدير الكبير لدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعية وخلال اجتماع مع مجلس أعضاء الجهات والهيئات القضائية بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل صارح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر مؤكدا التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وأعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين بما يحقق العدالة ويصهم في تعزيز الاستقرار والسلامي الاجتماعي ومشددا على أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج راسخ بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتسير إجراءاته بالسرعة المطلوبة أضف المتحدث الرسمي أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظى به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين مثمنا للإنجازات التي تحققت في هذا الصدد ومستعرضا كذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعوة وتحقيق العدالة الناجزة وما تم من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون إدراكا للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمسواة للمغطنين كافة